وعي المصريين بكل اللي بيحصل حواليهم يمكن كان هو ده الدافع حوالين وجودهم قدام اللجان بالأعداد اللي احنا شفناها في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس مصر الجديد من بين أربع مرشحين الانتخابات الحقيقة كان فيها إقبال من كافة طواقف الشعب والحقيقة ده كان على مدارة ثلاثة أيام كان فيه إقبال كبير ويمكن كل وكالات الأنباء والمواقع والصحف يعني اتكلمت عن ده وقالت أنه كان فيه إقبال غير مسبوق من الناخبين المصريين علشان يشاركوا في الانتخابات الرئاسية والحقيقة على مدارة ثلاثة أيام الحد والاثنين والثلاث كان فيه مشاركة كبيرة من السيدات ومن الشباب ومن كبار السن شفنا حتى الأطفال موجودة في اللجان ويمكن ده ليه دلالات كتيرة ورغم أنه كان فيه يمكن أصوات كتير بتملانة سلبية كده وما فيش حد هينزل وما فيش حد هينشارك إلا أن المشهد الانتخابي كان رد على كل هذه الأصوات اللي ما سمعنا هاش بالمناسبة بعد الانتخابات قلينا نتكلم مع عضيفنا دلوقتي اللي بنورنا في الستوديو الدكتور محمد عز العرب أستاذ العلوم السياسية أهلا بحضرتك يا دكتور من وجه التطرق شايف إلا دفع المصريين في هذا التوقيت أنهم يشاركوا بهذه الكسافة في الانتخابات الرئاسية يعني هناك محددات مختلفة بتفسر الإقبال من جانب فئات مختلفة من الشعب المصري على مستوى المحافظات النصرية للمشاركة بهذه المحدد الأول وهي دحق دستوري يعني في قطاع من المجتمع يرى أن الظرف الانتخابي لا يتقرر كل عام وإنما يتقرر كل فترة زمنية يعني دلوقتي بقى عندنا كل ست سنوات للمشاركة وبالتالي استنادا إلى حقه الدستوري لابد أن يعبر عن حقه في اختيار من يرى يشغل أرفع منصب في الدولة وهو منصب الرئيس هناك قطاع آخر من المجتمع أعتقد رهن مشاركته في الانتهابات بفكرة الحرب في غزة وهو الشعور بالخطر وواضح أن غزة شهدت حروب أربعة قبل ذلك يعني في 2008 و2012 و2014 ثم في 2021 لكن حرب غزة الخامسة في 2023 بدأ أن يكون لها تأثيرات مباشرة على الأمن القومي المصري في ظل محاولات من جانب الطرف أساسي في تلك الحرب وهي القوات الإسرائيلية لتنفيذ مخطط قطيم عبر ترحيل أو ترانسفير الفلسطينيين إلى داخل هذا القطع التفسير الثالث وطبعا ده مؤمن يجي نربطه أنه محتاجين رئيس ليه مواصفات محددة تركبته جاية من الدولة لخلفية عسكرية لديه إدراك بفكرة كيف يمكن التعامل مع المخاطر الاستراتيجية للدولة عبر التقديرات الاستراتيجية لها عمل كل مؤسسات الدولة فيها هناك تفسير ثالث وهو تمالي العكس هو الصحيح يعني إحنا بنقول إحنا من أننا هنشارك لا في البعض بياخد المنطق العكسي لا هنبتدن نشارك وخاصة إن البعض يرى أنه اللي تحقق خلال العقد الماضي يعني تحديدا الولاية الأولى والولاية الثانية للسيد رئيسي الجمهورية ليست بالقليل خاصة وإن هو كان يعني نقدر نقول عليها بالعامية كده بيسدد فواتير سابقة بمعنى إن كان عندي مشكلات في كل قطاعات الدولة في التعليم في الصحة في النقل في المواصلات في القهربة وممكن بعض هذه التحديات تغيرت التحديات لكن التحديات ما زالت قائمة وممكن تحديات كمان لها أبعاد لعلاقة بالقاومة طبعا عاصلتي مش هتقدري تتعاملي مع التحديات خلال ما أدى زمن يعني منظور دي تاركة بقالها عقود يعني هتقدري تتعاملي معها زي وقدامك هل تقدري يعني تتعاملي إن كل سنة تخصصي جهدك لقطاع بعينه ولا تمشيها على التوازي إن كل التحديات مهمة وتبتري تتعاملي معها بنفس الأهمية لكن هتبقى حجم الإنكاز فيها هيبقى شوية جراديول بشكل موتودارك حضرتك قلت خلال العشر سنين اللي فاتوا المصريين يمكن أنا بشوف أن احنا تعلمنا الديمقراطية تعلمنا أهمية الاستحقاقات اللي زي الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس النوار دي الانتخابات الخمسة اهنا كان عندنا الانتخابات الأولى في انتخابات في 2005 خلال حكم الرئيس الأسبق حسني موارا ثم الانتخابات اللي حصلت بعد صورة يناير انتخابات 2012 ثم 2014 ثم 2018 ودي 2023 اللي هي الانتخابات الخمسة لكن بتفري يعني عن آخر انتخابين إن هي انتخابات تنافسية تعددية مقارنة بانتخابات في 2014 و2018 في 2014 و2018 الرئيس كان بيواجه مرشح آخر فقط الأستاذ حمدين صباحي في 2014 وفي 2018 الأستاذ موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد لكن هنا احنا بنتكلم على انتخابات فيها أربع مرشحين جايين من خلفيات سياسية مختلفة وتحس ان فيها تنوع في الأفكار والأيدولوجيات والبرامج ويمكن احنا كنا شايفين حالة التعددية السياسية دي من الحوار الوطني طبعا فيعني هذا الاستحقاق السياسي عشان كان الناس يمكن كانت تشعر بمسألة التعددية السياسية ووجود الأحزاب على الأرض شوفناه كمان في الانتخابات الرئيسية بشكل كبير اشتركوا في القناة